ترجمة نانسي قنقر ما أملته المرحل الأولى والمتتالية لتداعيات جائحة كورونا منظومة صحية وطنية متكاملة أثبتت قوة قوامها وحقيقة دوامها وتعاملها مع شتى الظروف والمتغيرات التي غارت وما زالت تغير على أمن عالمنا الصحي الذي ما برحت المجتمعات فيه تتصدى لتداعيات جائحة كورونا منذ أن حلت بتبعاتها الثقيلة قبل ما يزيد على سنتين ونصف السنة أي في الوقت الذي بدأ الوباء فيه بالانتشار عالميا مملكة البحرين ومنذ أن زارها الضيف الكل المزعج في شهر فبراير من العام 2020 وسجلت أول حالة إصابة برهنت لنفسها وعبر كيان مجالها الصحي قدرتها على سرعة الاستجابة والتعامل بحزم مع ما أملته المراحل الأولى لسلبيات الفيروس الأرعن مستدلة على طرق مواجهته ومعرفة أساليب انتشاره من خلال فريق البحرين الذي بذل أعضاؤه أسمى وأرقى الجهود بمهنية في محاربة فيروس كورونا وذلك ما أدى إلى تصطير المملكة لباقة من الإنجازات الصحية وباتت نموذجا يحتذا به دوليا لتغطف العديد من الإشادات وتنال حسن العبارات من قبل الجهات الصحية الرسمية المسؤولة عن سلامة العالم والتي من أبرزها منظمة الصحة العالمية التي أطلقت مؤخرا أحدث تقرير لها يوثق جهود مملكة البحرين في جميع مسارات التعامل مع فيروس كورونا كوفيد-19 تقرير شكل مدعاة فخر وتباهن بعمق الخطط الحكومية والاستراتيجيات الناجعة التي كان لها ذلك الدور المباشر في إعادة الحياة السليمة والآمنة صحيا في البحرين والخروج من عمق زجاجة مستوى الضوء الأحمر إلى البرتقالي ومن ثم الأخضر كإعلان إلى الرجوع على ما كان طبيعيا في أسلوب عيش البشرية دون قيود وضوابط على أن يبقى الحذر واجبا في مجتمع وعى ما عليه من واجبات ومسؤوليات وطنية جمة تتمثل بأهمية تقيده بالتدابير والإجراءات الصحية الوقائية حتى يبقى الجميع بمأمن عن عودة الخطر النائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر